أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناتقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أشل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على عنصر آخر من عناصر التمييز وهو قراءة قصة حياتنا قال حياتنا هي أثمن كتاب أعطي لنا وفيه يمكننا أن نجد ما نبحث عنه عبثاً في أماكن أخرى فهم ذلك القديس أغسطينوس الباحث الكبير عن الحقيقة فأعاد قراءة حياته ورأى فيها خطوات حضور الله الصامتة والخفية والحاسمة ومن هنا جاءت دعوته لتنمية الحياة الداخلية ليجد فيها الإنسان ما يبحث عنه أن نقرأ قصتنا يعني أن ندرك وجود بعض العناصر السامة التي تبعدنا عن أنفسنا وأيضاً أن نوسع حبكة قصتنا ونتعلم ملاحظة أشياء أخرى فنشعل في قصتنا غناً أكثر ومراعاةً لتعقيدات الأمور وبذلك ننشح في رؤية الطرق الخفية التي يعمل الله بها في حياتنا إن تعودنا على إعادة قراءة حياتنا فهذا يثقف نظرتنا للأمور ويسكلها ويسمح لنا بأن نلاحظ المعجزات الصغيرة التي يصنعها الله الصالح لنا كل يوم وعندما ننتبه إليها نلاحظ اتجاهات أخرى ممكنة من شأنها أن تقوي ذوقنا الداخلي وسلامنا وإبداعنا وقبل كل شيء تجعلنا أحراراً تجاه الصور المتكررة السامة حياة القدسين هي أيضاً عون ثمين للتعرف على كيفية عمل الله في حياتنا فهي تسمح لنا بأن نتآلف مع طريقة عمله وتظهر لنا معاني جديدة وفرصاً جديدة في حياتنا بعض البداية ترجمة نانسي قنقر ة